سقوط جديد لميليشيات الحوث الإرهابية التي تتفنن في الأكاذيب والزيف لكنها هذه المرة وقعت في فخ الفضيحة من خلال إعلامها المضلل فها هي تدعي زورا وبهتانا أن عصاباتها أعادت السيطرة على قرية قطابة الساحلية ودون أن تنشر صورا حية للقرية اكتفت المسيرة الكاذبة بصور لبقايا معركة سبق وأن لقنهم فيها أبطال المقاومة ضربات موجعة كاميرا قناة اليمن اليوم نزلت قرية قطابة العامرة بالمباني والسكان ووثقت بالصورة الحية حال القرية المطهرة من فلول ميليشيات الحوث الإرهابية وهو ما يكشف أوهام الإعلام الحوثي وفي نفس المقضى استعانت جماعة الكذب الحوثية بإحدى الدبابات المدمرها التي تستخدمها وهي نوع تي ثمانين روسية الصنع نهبتها الميليشيات من معسكرات الجيش بالعاصمة صنعا ورغم أن الدبابة تدمرها أبطال المقاومة في معارك سابقة إلا أن الميليشيات تحاول استثمار هزائمها بالتضليل على أتباعها وهي تعلم أن دبابات المقاومة المشتركة تدك معاقلها وتشتت فلولها بضربات موجعة الزيف والتضليل الذي تنتهج جماعة الموت الحوثية ما هو إلا تعرية أكثر لجماعة دائبت على الكذب والخداء والتدثر بالدين والتخفي بإعلام كاذب سرعان ما يذوب على أرض الواقع أمام الحقيقة ويتلاشى أمام وعي اليمنيين ترجمة نانسي قنقر